الأمانة العامة لمجلس الشورى زيرة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي لطلبة المعسكر السيفيد الأكاديمية الملكية للشرطة وذلك تنفيذا لتوجيات معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى باستثمار الإجازة البرلمانية في تعزيز برامج الشراكة ونشر ثقافة البرلمانية والوعي بعمل السلطة التشرعية لدى فئة بنشئة والشباب هذا وقد أكد سعادة المستشار أسامة أحمد العصور الأمان العام لمجلس الشورى على مواصلة العمل لتعزيز التواصل مع شريحة الشباب والنشئة في المجتمع من خلال التعاون مع البرامج الثقافية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسات الرسمية والأهلية لنشر الثقافة البرلمانية والتعريف بالمنجزات التشرعية هذا وتم اطلاع المشاركين على مختلف مرافق ومباني المجلس بما في ذلك القاعة الرئيسية حيث تعقل دلسات المجلس وصاحب ذلك محاضرة حول الاختصاصات الأساسية للمجلس ودور أصحاب السعادة الأعضاء والأدوات الدستورية التي يستخدمونها في عملهم التشرعية فضلا عن دور لجاني المجلس ومهمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر